السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واصدقائي العزاء أنا أقرأت بدي قناتكم من قميوس الإنجليزي في تعليم اللغة الإنجليزية إن شاء الله ده فيديو حاله شرح للوحدة الثانية خاصة بالصف السنة السنوي طبعا الناس اللي ما اتفرجتش على الفيديو التاني الخاص بشرح أهم المفاردات الوغوية الخاصة بوحدة الثانية هسيبلكو طبعاً اللينك بتاعه في القصف أتمنى الناس تتفرج عليه واتراجع أهم الكلمات الخاصة بالوحدة ودائما نأكد المربع الأولاني في الوحدة التانية اللي موجود في أي كتاب خارجي مهم جدا أنني أذاكره بشكل مركز وبشكل طبعا إيه كبير لأن ده يعتبر لهم أهم الكلمات الوحدة تعالوا بينا يلا نبدأ عشان ما نضيعش وقت ونبدأ على طول في حل الأسئلة عندي وطبعا زي ما احنا شايفين ويمتابعينه من موقعي قبل كده أن الأسئلة ديت بتركز على أسئلة اللي دائما تيجي في المتحانات دليل تقويم منصة تعليمية أو تحانات سابقة فعلا جينا نبدأ بسم الله أول سؤال عندي بقول يعني بعد أنطار غزيرة دائما بيكون في طبعة من الطين ما دي يعني طين ففين طبعا أنهي كلمة الكلمة الأربعة معاناها طبعة طبعا اللي جابها رقم طبعا من الطين السؤال الثاني بقول عايزة أقول المدرس الجيد هو اللي بيضبط الطلاب بتوعه أو بيهذبهم بطريقة أبوية طبعا يعني يهذب طبعا السؤال الثالث بيقولي السؤال الثالث بيقولي ولكن أحيانا عايزة أقول بيكون حازم في مواقف معينة عندما يريد أن يسكت الطلاب عشان يمكنهم طبعا معناها حازم في بعض المواقف السؤال الرابع بيقول يعني الفعل اللي هو اللي هو معناه يؤثر إزا سينانيم هو مراد فور لأنهي فعل من الأفعال لها طبعا اللي جابه نمبر اي افكت نمبر فايب عبدالتاوب يوسف عايزة يقول عبدالتاوب يوسف أنشأ عايزة أقول المنظمة الثقافية للأطفال طبعا يعني منظمة بدي من كلمته هدا المهمة نمبر دي نايتين سكتي ايت السؤال الثالث بيقولي يعني والجدي حكيم في تصرف وقته لطريقة عاقلة في التعامل وفي حل المشاكل الصعبة اللي هي نمبر سي معناها عاقل وحكيم السؤال البعد كده طبعا أصدقاء تامر ليهم تأثير إيجابي عليه يعني تأثير نمبر بي ولا بكت المدارس الجاي لازم يكون طبعا مسؤول مسؤولية كم نمبر ناين اللي هي البادئة يا شباب اللي هي البادئة اللي هي نتقطها في بداية الصفات أو الأفعال أو الكلمات التي تحويلها للعكس دي من تسميها بريفكس دائما نشوف في المثال ده البريفكس المستخدمة اللي يعطاه العكس المعنى العكسي لكلمة يعني متقن هي ايه؟ هي نمبر سؤال العشق بقول لي تحب تتفرج على الفيلم ده؟ لا ده هو طبعا جد جدا وأنا عايز أتفرج على فيلم كوميدي الجد فين نمبر نمبر ألي بحاول أنني ما إيه؟ إن هما أحفادي أنا مش عايز طبعا أديهم أي حاجة هما عايزينها ده بسميه تدليل أو دلع أو تدليل وديه شرحناها في فيديو بتاعنا طبعا أكيد نمبر يعني يفسد أو يدلل أو يدلع نمبر زي؟ العلماء بحاولوا أنهم يمحوا كلمة يعني يمحوا أو يزيل ذا طبعا عايز أقول تأثير البترول على البيئة السلبي ومشتقاته طبعا تأثير يعني يعني القمر اللي عمره أسبوع بيبدو كمصدارة كده من كلمة المهمة في الواحدة بدأ إن هو يدرس كان بيدرس طبعا بيدرس السياسة عبدالتوا بيوسف عايز أقول أساسة هذه المنظمة الثقافية الخاصة بالطبع طبعا أساسها يعنيه نمبر سكستين السؤال اللي بعده نمبر سكستين عايز أقول هو تخرج في ألف سعمائة وخمسين وعملة لوزارة التعليم المصرية عايز أقول تخرج يعنيه نمبر سيفنتين عبدالتواب يوسف كتب عن الأحداث المهمة والناس في العالم أحداث مهمة عن الشباب طبعا رقم دي معناها ورقم دي معناها خاصة طبعا بأفلال أو مصحيات أو روايات أو كده يعني مقالة يعني هو برضو ألقى محاضرات في جامعة أوهايو عن أهمية الأدب العربي يعني ألقى محاضرات وانا استخدمها كفعل يعني الناس بدأت تترجم كتب عبدالتوب يوسف إلى لغات أخرى ولذلك احنا ملاحظين أكدت عليها بكده يترجم إلى لغات عديدة متضمنة من الإنجليزية والفرنسية والصينيار يعني متضمنة طبعا طبعا المدرس هو زي أيا كان من بستوى اللي بتوصله دايما بتلاقي طبعا لو كان بتحفر أعمق بتلاقي عنده معلومات أزيد وأزيد طبعا هو عامل زي طبقات الأرض كل ما بتنزل تحت كل ما بتنزل ثروات وغنية بطبعا أشياء كويسة جدا فطبقات الأرض يعني طبقات السؤال نمبر توني تو عند التوب يوسف في الفين وخمستاشر عن عمر يناهد سوعة تمامين سنة وديره النهب لكده في شرح السؤال اللي بعده المدرس بيتعامل معنا طريقة بوية طريقة بوية يعني كلنا بنحترم السؤال بعده شاب لا تعطي أطفالك كل اللي بيحتاجوا حتى لا تدللهم وتفسدهم بسعب التدليع لا فائدة منه هي الإجابة الصح المدرس الجيد لازم يسكت الطلاب بتوعه بطريقة مهذبة السؤال اللي بعده يعني عشان نتائج أفضل المدرس لازم طبعا يضبط ويهذب الطلاب يعني وصراحة ما زالت ولا زالت منذ زمن لها تأثير كبير طبعا على عز الصفح هنا وديها تشرحناها وإحنا بنشرح الوحدة التانية فالناس تراجع الفيديو إذا أقدر أزيل ستين هنا يشعر معناها بوعة من فضلك إذا أزيل هذه البوعة يزيل يعني نمبر A نمبر C طبعا نبروف رقم B معناها يحسن أو يطوره معناها يستحسن شيء أو يحب شيء وموف يعني يحرك سؤال اللي بعده شعر يعني الكتب الإلكترونية سوف تقول مفيدة جدا لعلى البيئة نمبر B سؤال الثلاثين بيقول يعني هي مرادفة الكلمائية اللي نختارها من الإختاراتي أنا شباب مرادفة لمعنى كلمة خطير جدا لكن طبعا متأكد ناس طبعا هتختار السؤال اللي بعد كده 31 31 بيقول نحن مضطرين عايزين نجهز نتكسيب من الحلويات عشان نحفل عيد ميلاد أختي طبعا ندرس بتاعي نحن نرى قصص وسيارة ونبروفة تحسين لون البيئة عندنا طبعا نشكعنا يبقى نكاريج نمبر D 33 I should have I should have obey my father This sentence expresses يعني أنا كان ينبغي علي أن أطيع والدتي طبعا الشباب الجوم لدي هنا بتعطر عن الندم كان ينبغي علي أن أطيع والدتي ودي إن شاء الله نجي لها لما نجي نعمل طبعا سلسلة من حلقات شروح القواعد خاصة لون البيئة الثلاثين السنوي إن شاء الله نشرحها بالتفصيل يعني كان ينبغي أننا أطيع والدتي ولكن هو لم يفعل فالتركيب ده شاء الله بزادة تصريف التيار ده بمعبر عن الندم فالإجابة برقم C سؤال بعد كده يعني بشكل مدهش يعني يعني تعبيره جميل جدا يعني أدارت ظهرها عني بالعربي عندنا يعني تجاهلت يعني يعني لم تلقي لها بالنا ما أرد نبالكو فإيه المعنى هنا في الاختراط اللي معناها تجاهلت هنلاقيها رقم دي معناها يعني يتجاهل سؤال كلمة اللي هي عام أو جمهوري هي مضاد لكلمة إيه عام أو جمهوري أو معروف هي مضاد لكلمة اللي هي رقم C اللي هي غير عام غير مألوف غير مشهور غير منتشر اللي هي سؤال اللي بعد ليس من السحل إنني أكون أصدقاء طبعا غير ما كامل المسال يعني أكون أصدقاء السؤال اللي هي شابه بعد كده اللي هو كلمة التصال هي مرادة يعني مرادة يعني مرادة يعني رابط أو التصال السؤال تمنا بتلاثين بقول هكون من الجنة نطلع برة في هذا المطر الغزير كلمة الكريزي هنا مشبه للمعنى كلمة إيه كلمة يعني غير عاقل يعني مجنوب طبعا مش معدب لأ مشهور أو مألوف يعني هذا ما نفعش السؤال اللي بعد كده number 39 you have to أنت مضطر أن أنت A the printer to the computer أنت مضطر أن أنت توصل الطبعا بالcomputer number B سؤال B هو كان A in shaping في تشكيل سياسة الاقتصادية الحكومة The government يعني حكومة economic policy السياسة الاقتصادية الحكومة يعني هو كان مؤثر في تشكيل سياسة الاقتصادية الحكومة يعني مؤثر خلناها بكده number C Influention طبعا نخلنا في كذا سياق لدي طبعا يأكد لك المعنى وإن شاء الله مش هتنسوها خالص number 41 teachers must إن المدارسين يعجب أنهما يلهموا ويشجعوا طلابهم يعني يلهم هنا يلهم number E inspire ولتزويد معلوماتك من كلمات المهمة ببعده هنا aspire معناها يطمح con inspire معناها يتأمر respire خاصة بالجهاز التنفسي أو التنفس number 42 drugs have become طبعا drugs have become اصبحت number A problem in a lot of universities في الكثير من الجامعة بتجرابي زي المخدرات أصبحت مشكلة خطيرة يعني خطيرة serious اللي هي بتسوي كلمة dangerous عنها في سؤال ثابت طيب سؤال تلاتار بعين the word كلمة A describes كلمة يا شباب من الكلمة تلاتار بعدولي بتتعبر أو بتتوصف التصرف اللي هو خاص بالأب المبتم مثلا أو الطيب فأكيد number A C فضل لي يعني أبوي لو طيب ودود وهكذا نخطي بس أبار بعين the drug should only be administered يعني الأدوية أو المجال الخاص بالأدوية هنا drug خدناها معناها مخدرات ولا معناها تاني معناها يا شباب بالأدوية يجب أن يتم إدارتها فقط under تحت ايه medical supervision يعني الإشعارة الطبي طبعا تحت إشعارة الطبي حازم يعني كلمة حازم strict number B إلى هنا ينتهي الفيديو بتاعنا الخاص بحل وشرح أسئلة الوحدة الثانية الخاصة بدليل التقويم لصف الثالث السنوي أتمنى الناس تتطبع عملي ودائما تكرر الأسئلة وتعيد الفيديو مرة واثنين وثلاثة وتسجل النقاط المهمة دي وإلى اللقاء آخر بإذن الله see you next time